كرمت منظمة الأمم المتحدة مملكة البحرين متمثلة في المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية تقديرا لجهودها الكبيرة في العمل الإنساني ودعم اللاجئين والمنكوبين في مختلف دول العالم وما تقوم به من مساعدات ومشاريع تلموية مستدامة نعم حيث قام السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون بتسليم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية درع التكريم وبهذه المناسبة أشهد السيد خالد خليفة بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في دعم اللاجئين ومساعدتهم مراعاة لوضعهم الإنساني وتقديمها العون لمختلف المتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم مؤكدا بأن هذا التكريم الخاص من منظمة الأمم المتحدة يأتي تقديرا لمملكة البحرين لكونها من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع دون تمييز أو تفرقة أعمال إغاثية وإنسانية متواصلة تقوم بها مملكة البحرين في مختلف بقاع الأرض وذلك بفضل الدعم الإنساني اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل للبلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والقيادة الطموحة لسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب فهذا الدعم لفت أنظار العالم حتى بات نموذجا يحتذا به في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية وعطاء الشعب البحريني الكريم حيث تبوأت مملكة البحرين مكانة ريادية رفيعة في هذا المجال خصوصا وأن ثقافة العمل الإنساني ومساعدة الآخرين ليست بالشيء الجديد أو المستغرب على مملكة البحرين التي عرفت بمدية العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف الظروف جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتكريس مكانة البحرين على الخارطة الدولية للعمل الإغاثي والإنساني والتي عملت على تنفيذ الكثير من المشاريع الإغاثية حول العالم جنبا إلى جنب مع النهوض بمهامها في مجال العمل الخيري داخل مملكة البحرين لإيمانها المطلق بأن العمل الخيري جزء أصيل من نشاط المؤسسة في مجالات العمل الإغاثي على الصعيدين المحلي والعالمي وتقديم المساعدات للمستضعفين ورحايا الكوارث والصراعات خارج مملكة البحرين إن المتتبع لجهود مملكة البحرين في مجال العمل الإنساني يجد أنها قطعت شوطا كبيرا في مجال العمل الخيري حتى ينعت ثمار جهودها في مختلف دول العالم في مجال العمل الإنساني ودعم اللاجئين والمنكوبين فضلا عن ما تقوم به من مساعدات ومشاريع تنموية مستدامة